على خلفية ما عدته الكنيسة المارونية رسالة في السياسة عبر القضاء العسكري وتحت عنوان لبنان إلى الديمان حج عدد من اللبنانيين والحزبيين تحديدا إلى الصلح البطرياقي الصيفي وإلى جانبهم شخصيات سياسية وحزبية أكدت تضامنها مع الكنيسة المارونية والكاردنال الراعي واستنكرة تطاول على المطران موسى الحج وفي ساحة الديمان تجمعت الوفود الشعبية رافعة الصوت لترفض التخوين والعمالة كما الامتحانات الوطنية لصالح جهات سياسية صنفتها بالإرهابية هذه فبرة سياسية لأن سيدة المطران يذهب إلى فلسطين المحتلة بشكل دوري لو لم يكن هناك خطة لإزعاج أو إحراج الصرح البطرياقي لم يكن تصار ومنتمنى أن هذه الحادث يمر وحتى لا يمر بدون ينحل وحتى لا ينحل ما لازم انضيعوا بزواري بالقضاء الكنسي والقضاء المدني والقضاء العسكري يفترض الدول اللبنانية برئيس الجمهورية يدعي المعنيين ويقولون هذا الموضوع بدون يتسكر لأنه انفتع غلط على الأليل يسكروا صح وكان لافتا الحضور الخجول وسط تهامس المشاركين عن عدم القدرة على الانتقال إلى الديمان في ظل هذه ظروف المعيشية فيما حضر أهالي ضحايا تفجير الرابع من آب وعدد من نواب كتلة الجمهورية القوية الذين أجمعوا على أن توقيت حادث المطران مرتبط بمواصفات الرئيس التي كررها الكاردنال الراعي في الفترة الأخيرة عم نرجع نشوف نظام بوليسي نظام أمني لبناني إيراني هذه المرة عم بيطل علينا قبل انتخابات دقيقة جدا عم بيحاولوا يضغطوا على القوى السيادية في لبنان لإخضاعها كما تم بالألفين واربعة كتير هالفترة شبيهة بتلك الفترة وبفتكر أغلبية الشعب اللبناني لن ترضى إلا برئيس سيادة يعني فليكن معلوما لدى الجميع نحنا منيتنا نصعد بس نحنا عم نكون بموقع ردة الفعل على تجاوزات كبيرة جدا يرتكب هذا النظام اللي فيه شق سياسي متمثل برئيس الجمهورية وحزب الله إذا كان هذا الهدف هو استفزاز المشاعر حق أو هدفهم بس نحنا لن نجر إلى أكثر من ذلك نحن نطالب مطالبنا واضحة إعادة الأموال اليوم اللي تم مصادرتها محاسبة القاضي اللي ارتكب هذه الهفو الكبيرة جدا من عم نبحث اليوم بالأنون إذا تم يعني بمراعاة القوانين لأنه القصة أكبر من هيك الأمر سياسي مبارح سمعنا كلام من حزب الله السياسي عالي النبرة وعن بيقولولنا أنه لهم حمليننا 40 سنة وأنا بدي أقولولنا أنه نحنا كمان لنا حملينهم 40 سنة بس إذا فيه أمل بعد بقيام لبنان نحن وياهون نحن بعدهم ننطر 40 سنة لقيام لبنان اللي بدنا إياه قيام دولة المؤسسات بس ما يحشرون أكثر من هيك لأنه للصبر حدود بدوره أكد النائب بيار بوعاصي أن ما يحدث مع المطران يتجاوز الأصول القانونية والقرار المتهور ليندرج في إطار أمر عملية نحن كحزب قوات لبنانية نعرف تماما كيف تبدأ هذا النوع من المسرحيات وكيف تنتهي نضم صوتنا لصوت غبطة أبينا البطريارك ونطالب استقالة القاضي فدي عقيق وبعد انتهاء الخداص والعظى خرج البطريارك الراعي إلى شرفة المطلة على الدمان وسط هتفات الحاضرين الرافضين الإساءة المباشرة والنهج الذي وصفوه بالمنحرف من قبل حزب الله والمنظومة التابعة له جيتوا حتى تعبروا عن رفضكم واستياءكم وإدانتكم لا الإهانة والشيء هاللي صار مع أخينا المطران موسى الحج هاللي هو مش بس مش بس إهانة لإلو هو إهانة للكنيسة المارونية هو إهانة هاللي هو إهانة لإلو شخصياً من طالب بتسليم المطران موسى الحج كل شيء وهي دي أمانة هو لازم يوصلها لأصحابه ولازم يرجعوها لإله اللي صادروه يرجعوه اليوم قبل بكرة وثم نحن منقلهم ومنكرر إنه المطران بده يواصل كل هالمساعدات اللي كانت تطلب منه لأنه هيدا رسالته وهيدا دوره وعلى الرغم من كلام الراعي عالي الصقف واعتباره أن ما حدث يشكل إهانة شخصية له سجل غياب نواب من المنطقة من الكتلتين الأقوى مسيحيا